السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير انتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. هنشارك معكم اليوم كيك يومي اقتصادي بحبة بيض واحدة كيجي بحجم عائلي كيجي خفيف مفش فش لديد بزاف ما تشبعوش منه. بطريقة سهلة مكونات بسيطة غير تبعوا معي المقادير والطريقة ان شاء الله هتحصلوا على نفس النتيجة. وغتولي عندكم وصفة معتمدة. اذا عجبكم الفيديو اخواتي كنتمنى تشجعوني بجاملة الفيديو وتشتركوا معي في القناة باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. على بركة الله غنبدأ مباشرة في تطبيق الوصفة مع ذكر المقادير. فبسم الله على بركة الله دائما الخطوة اللولة في تحضير الكيك هي تحضير القالب اللي غنستعملوه دهنتو بالقالي اللي من الزبدار شيت فيه القليل من دقيق. غنحتفض به داخل التلاجة وغنمشيو مباشرة بس نوجدو الخالات ديال الكيك. بالنسبة لهاد المول اللي استعملت هو مول متوسط الحجم ديال 24 سنتيمتر في القطر ديالو. بسم الله. في ايناء كنوضح حبة واحدة من البيض. ولكن ضروري تكون بدرجة حرارة للمطبخ. كنضيف عليها كيس من سكر مناسب بالفانيلا. مع كاس من سكر حبيبت. كنطرب هاد الخالات جيدا. حتى كيصبح عندي اللون ديالو ابيض. كنحس بحبيبت السكر دابو. ما بقوش اه كيبانو. ضروري تخلطو جيدا في هاد المرحلة الاولى. ما تنساوش تضيفو قبصة صغيرة من الملح. ومن بعد غنضيف كاس الا ربع من زيت نباتية. وغنستمر في التحريك جيدا. حتى كينسجمو هاد المكونات جيدا. يعني ما كيبقاش الزيت من عازل بوحده. كانت حصل على خالات متجانس. هنا ايه غنضيف علبة من الياغورت. انا هنا استعملت نكهة جوز الهند. صار حاجات خطيرة في الماداق. ممكن استعملوه نكهة الموز او لنكهة الفانيلا. وزن العلبة مية وعشرة جرام. بالنسبة الياغورت هو الزبادي. كنخلط جيدا. ومن بعد غننسم الكيك ديالي بقشور الحامض. غنن نبشر هاد الحامضة القشور ديالها كاملين بنسبة القشرة الخارجية كاملة. باش كتجين الكيك ديالي منصف ما بقشور الحامض كتجي لديدة بزاف ومنعيشة. وبالنسبة لهاد الحامضة هادي غنعصر نصف ديالها انه عندي حجم كبير. مهم كتحتاج ربع كاس من عصير ليمون الحامض. كتضيفو عليه الماء اللي كيكون دافي. كتحصلو على كاس اللي ربع من عصير الحامض مع الماء. الماء ما تضيفوهش بارد. ضيفوه دافي شوية. كنصفيه وكنضيفوه للخلاد. وغنخلط جيدا باش كينساجم لي مع المكونات الاولى. الان غنبدأ في اضافة الدقيق. هادا الكاس الاول ضروري ما نغرب له. ودائما الدقيق اللي غتستعملوه. يكون نوعية جيدة. يكون مكتوب فيه خاص بالحلويات. باش كينجح معاكم الكاك ديالكم. من بعد ما كندخل كيميا اللولى غنضيف كذلك الكاس التاني بنفس طريقة. بالنسبة لكولا كاس كيوزن مئة جرام يعني كن عمروه بالملعقة وكيكون ممسوح. كنحاول ندخل دائما كيميا بكميا. ما نضيفوش الدقيق كله مرة واحدة. كنحاولو ندخلو كاس بكاس كنخلطوه مزيان حتى كي نساجم معا الخالات. بالنسبة لكاس التالت غنضيف النصف ديالو فقط. معا جوج اكياس من خميرة الحلويات. المجموع ديالهم 16 قرام. الخمارات اللي شفتو فيهم هكا تكتولات حاولو تغرب لهم معا الدقيق. والان غنخلط جيدا الخالات ديالي. غتشوفوا معايا القوام ديالو را ما كيكونش خفيف بزاف. ومشي عتاني تقيل كتر من القياس. مهمة تشوفوا معايا القوام اللي خسكم تحصلوا عليه. انا هنايا بالنسبة لدقيقة را اخدالي يجوج كؤوس ونصف او اللامة يعادل 250 جرام من دقيق. بالنسبة للفران فهذا اللي اتناران يشعل سعليه باش يسخن مزيان. كنشعل عليه غير من الاسفل فقط وكنخليه يسخن مزيان مزيان. كما كتلاحظوا معايا دهو القوام اللي خسكم تحصلوا عليه دائما في الكيك لانه اغلب اللي بنات كيديروا الخالات خفيف. ومن اللي كتطلع اللي كافي الفران من اللي كتخرج كتنزل. قبل كتفش هذا كيعني انكم ما درتوش لها الدقيق لكافي. يعني خليطوا الخالات خفيف بزاف. القوام هادا را كتجي الكيكة خفيفة وهشيشة غير تبع معي هاد نصائح. الان غن دخلها الفورن وغن نقصها لها عفية مهيرة بزاف. بحل شميعها حتى الطيب على خطرها وتحمر من الجوانب. هاد كنشعلها من الفوق باش كتحمر من الوجه. هنا من بعد ما خرجتها من الفرن مباشرة هي بقى سخونة ما شاء الله كتجي محمرة طالعة من فوخة. بالنسبة للطيب في الفورن كهربائي نفس الشي دائما الفورن يكون مسخن مسبقا شعل غير من التحت فقط حتى كتطيب الكيكة وكتنفخ وكتبدأ تتحمر من الجوانب عاد كتشعلو لها من الفوق باش كتتحمر من الوجه وبالنسبة لدرجة الحرارة على مية وتمانين درجة. غنخليها تبرد ان شاء الله عاد نديمو لها ونزينها معاكم. انيا من بعد ما دفعت غير واحد شوية ما خليتها شقعت تبرد مزيان. غنحيدها من المول غنوضعها فوق هاد الشبيكة هادي. ونخليها حتى كتبرد. هراها كتجي خفيفة الشيشة بحل القطن. كنتمنى تجربوها بهات الطريقة هادي تبعوا معي غير طريقة وجميع المراحل. ان شاء الله غاتعجبكم النتيجة. من بعد ما بردات قلبتها على الوجه ديالها. غندهن لها الوجه ديالها بمربى ديال المش ميش. اه بالنسبة لتزيين كيبقى لكم اختيار دائما في التزيين. المهم بغيت غنشرك معاكم هاد الفكرة البسيطة اللي كيجي تزيين ديالها. راقي بسيط في نفس الوقت ولكن كيجي الشكل ديالها راقي. كندهنها مربى المش ميش مزيان. ومن بعد غن نرشفق منها الكاوكاو افلي. ممكن تديرو اللوز افلي اللي عندكم. ممكن تديرو كذلك اللوز كونكاسية ولا كاوكا ومهرمج. اللي متوفر عندكم ديروه. من بعد غن دير فوق منه خطوط بسلسة الكراميل صنع منزلي اللي كنزين بها دائما. من بعد دوبت لقليل من الشوكولاتة السوداء كنت عندي نوعية جيدة. كذلك كدرت بها خطوط من فوق دك خطوط تيال الكراميل كيجي تزيين ديالها زوين بهاد الشكل هذا. وكتجي كيكل ديدة خفيفة مش فشا ما تشبعوش منها. كنتمنىكم تجربوها بها الطريقة هادي وتردو عليها في التعليق. قولوا لي كيف اشجعتكم. ضروري ما نقطع عليكم واحد القطعة باش تشوفو الشكل ديالها من الداخل. ونقربكم اكتر للخفة ديالها والهشاشة ديالها. وكتجي حتى اللون ديالها كيجي اللون بيض. كي ما شفتوا معي خفيفة بحلقة. كنتمنى اخواتي داج بكم الفيديو تبرتاجيه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. كنتمنى تشجعوني بجمع الفيديو شي تعليق محفز من عندكم. كنشكركم جزيلة الشكر على حسن المتابعة وان شاء الله هنطلقوا في فيديو قادم. دومتم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله.